اشتركوا في القناة وننتج إلى حولك وقوتك هذا القوة المتين نفتتح اليوم بفضل الله وتوفيقه في أركان الصلاة أركان الصلاة عند الأحناف والشافعية رضوان الله تعالى عليهم وعظهم فيها فرض وواجب وسنة مؤكدة ومستحب ومندوم الفرض لا تصح الصلاة بدونه كل وحدين الفرض لا تصح الصلاة بدونه وأما الواجب تصح الصلاة مع الكراهة التحريمية إذا ترك واجب فالصلاة مكروهة كراهة تحريمية يعني إلى الحرام أقرب وإذا ترك الواجب وجب عليه سجود السهوة ترك الفرض يبطل الصلاة ترك الواجب يوجب سجود السهوة الواجب في مذر الحنفي وسنة مؤكدة عند الشافعية كمان أنت شاب إذا ترك السنة بجب عليه سجود السهوة وأما السنة فتركها يوجي كراة تنزيهية يعني إلى الحلال أقرب في كراها لكن خفيفة وترك السنة لا يبطل الصلاة ترك الواجب يوجب إعادة الصلاة إذا تركه يجب عليه إعادة الصلاة ويسجد لسه إن كان ساهيا بتركه نحن نبدأ بالنسبة للأحكام الشرعية عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى خطوا واحد خطوا على الهام مش واحد واحد مشان تنقل بحث عن الورقة تنقلوها الورقة بعدين تنقلوها الكتاب محل النية سجله محل النية القلب ويستحب أن يجمع بين القلب واللسان عند أداء الفعل محل النية لأن بالنية تتميز العبادة عن العادة نشرح العبادة بعدين منكمل محل النية القلب إذا أردت أن تنوي تبدأ بقلبك النية النية هي القصد أن تقصد أن تقصد الفعل إنسان أراد أن يصلي أقبل إلى الصلاة هي النية في القلب فيقول بقلبه القصد يقصد ويقول بلسانه أصلي فضل فجر الله أكبر فيتبع نية اللسان مع قصد القلب هذه النية وهذه النية هي التي تميز العادة عن العبادة العادة الله أكبر سمع الله محمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم عادة فإذا نوى صارت عبادة كل عمل يعمله الإنسان مباحا كان فهو عادة لا يأثم بها ولا يؤجر عليها إذا وجدت النية أجر على قدر نيته لذلك كل الأعمال مرتبطة بالنية فأي عمل نويته كتب لك به الأجر عباده وأي نية تركت نيته أي عمل تركت نيته فلا ثواب ولا أجر فمثلا الصلاة عبادة الله أكبر من غير أن ينوي لم تكتب له أي عادة وليست عبادة الطعام عادة لكن قال نويته التقوي على طاعة الله انقلب إلى عبادة فالمباح بالنية ينقلب عبادة والعبادة بلا نية تنقلب عادة فبيجي واحد يغني على الجامعة الله أكبر شو عما تصلي؟ هذه أوقات الإنسان بالنية بيخربط بدأ ينوي الصباح يقول صلي فرد الظهر الله نويته فردت الفجر بدأ ينوي نية الظهر بدأ ينوي العصر بدأ ينوي الظهر بدأ ينوي الصباح فبالنية يخربط فكيف إذا أجل نوى دغري دغري كبر من غير نية فالنية إذن حتى تميز العبادة عن العادة كل عادة تنوي بها تنقلب عبادة وكل عبادة لا تنوي بها تنقلب عادة يعني لا أجر فيها ولا ثواب هذه لازم نحفظها حتى نكون دائما نقوم بأداء العبادة أداءا كاملا نية القلب القصد فنجمعها مع نية اللساب نويته النية ممكن أن تقول نويته أصلي ممكن أن تقول أصلي لله كلها نية لكن في نية العوام بنوها وهي باطلة العوام لما بنوا قال أصلي لله تعالى العظيم فرض الصبح الحاضر نويت الله أكبر هذه نية باطلة وصلاة غير صحيحة أي أكثر العوام بنوها صلي فرض الضهر حاضر نويت الله أكبر نويت الله أكبر هذه نية غير صحيحة فبدأت نية نية نويت أصلي لله فرض الصبح الله أكبر أن لا تقترن أن لا تقترن النية بالتكبير اقتران النية بالتكبير يبطلها لما عم يقول نويت الله أكبر يعني نويت قول الله أكبر ما قال الله أكبر نوى أنه يقول الله أكبر فنيته باطلة فلن يقول له صحيح نيتك أن تقول أصلي لله تعالى فرض الصبح الحاضر الله أكبر النية لازم تكون في أول كلام نويت أو أصلي من غير أن يقول نويت أهل أصلي لله فرض الصبح الله أكبر صحت نيته فهذه النية التي ينويها الإنسان النية شرط عند الأحناء والحنابلة رضي الله عنهم وبعض المالكية شرط الشرط لا تصح الصلاة بدونه الشرط ما كان قبل الصلاة الشرط ما كان قبل الصلاة لا تصح الصلاة بدونه شرط شرط عند الأحناف والحنابلة وبعض المالكية وهي ركن عند الشافعية وبعض المالكية عند الشافعية النية النية ركن ركن يعني لا تقوم الصلاة بدونها فلو واحد قال الله أكبر ما قال نويت أصلي فصلاته باطلة غير صحيحة يجب إعادتها النية ركن عند الشافعية وبعض المالكية رضي الله تعالى عنهم وأرضاكم أما عند الأحناف شرط صحة الصلاة أن تكون النية إذا ما نوى فصلاته غير غير صحيحة فشرط أو ركن مثل بعض البعض الصلاة غير صحيحة بغير نية ممكن تسمعوا من النجريين بسميهم النجريين ما بسميهم سلفيين لأنه أهل السلف قالوا بيوجوبها النجريين بأنك ما في نية هاي النية بدعة مجد غري الله أكبر يكون عم يأكل الله أكبر يكون عم يضحك الله أكبر من غير نية فالصلاة ممكن يحكي لك بعض النجريين لك هذه النية بدعة النبي ما نوى ما قال أبصدني قصد النبي نية وقصد المؤمن نية لنجيب مثال واحد فزع السحور بدأ يتسحق تسحق ما قال نويته الصيام عند الإمام الشافي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صيامه باطل بدأ يعيد هاليوم عند الإمام الحنفي رضي الله عنه بقولوا أنت لما فزيت السحر فالزيت لا تاكل ولا فزيت السحر مشان الصوم ففز بالسحر مشان ايه؟ مشان الصيام ففزك للسحور تعتبر نية لكن مكروه لأنك لم تفرق بين العاد وبين العباد فإذا النية شرط عند الأحناف وعند الحنابلة وبعض المالكية ركن عند الشافعية ركن لا تقوموا الصلاة بدونه خليني جب لكم أمثلة حتى تفهموا الأحكام الشرية الساف قائم على عضايد ما هي؟ العضايد ركن البناء ركن البناء العضايد أما من شروط السكنة في المحل يكون فيه حيطان فالحيطان شو حكمهم؟ واجب الركن العضايد بناء البناء بدون العضايد ما بيقوم لكن الحيطان الشرط مش أن نسكن إذا ما في حيطان ما بينسكن طيب وجلة الحيطان ومن وجلة العضايد بينسكن لكن لما بيكون مدهن وبيكون مبلق غير لما بيكون على العظم فالدهان والبلاط هذا يعتبر سنة العضايد ركن والحيطان شرط يعني واجب والبلاط سنة مؤكدة عندها بصبنا كامل فابلنا أول كل النية قالت المالكية يجب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام قالت المالكية يجب يجب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام يعني أصلي لله فرض الفجر إن مقتدياً الله أكبر هذا قال اقتران فرض الفجر مقتدياً الله أكبر أما لو كان عما يصلي عمين وين ومرته عم تسأله وين حطيت المفاتيح وعملوا أصلي فرض الظهر بالله على الطاولة الله أكبر قال له النية باطلة يجب قرن النية بالتحريم من غير فاصل فإذا فصل بطالة الصلاة اقتر الناس ما بين تبهدها وهو عمين يصلي الله فرض الظهر بالله الهل بجيجين عندك الله أكبر مطلت النية ولا تصح الصلاة هذا عند الإمام رضي الله عنه أرضاء المالكية وقالت الشافعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يشتغط اقتران النية بفعل الصلاة وكذلك عند الشأن الأحناف يشتغط اتصال النية بالصلاة بلا فاصل أجنبي بين النية والتكبير بين النية والتكبير ما في فاصل وصلي لله فرض الفجر شو بدأوا يبادل منا الله أكبر وصلي لله فرض الفجر فمرت وقالت له أكوين حاطت المفاتيح باب مسكر من عطاب لي الله أكبر من وجد فاصل بين النية وبين التكبير فالصلاة باطلة في مذهب الأحناف والشافعية هالأخطاء كثير موجودة لازم ننتبه لها متى بدك تبدأ بالصلاة ما فأعطي حكي انوي ودغري كبر فعند الإمام المالكية استهضار النية عن تكبيرة الإحرام لما بدأوا الله أكبر تنوي الشافعي قالوا شرط اقتران النية لفعل الصلاة عند الأحناف يجب أن تكون النية متصلة بالصلاة من غير فاصل أجنبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعند الأحناف من شرط الصلاة التحريمة وهي تحريمة لم نذكر الله أولا عرفنا محل النية نية أين تكون مع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأننا حرمنا ما كان مباحا قبل الصلاة قبل الصلاة كنت تأكل كنت تشرب كنت تحكي ما تميلت الله أكبر حرم الكلام والطعام والشرف لذلك سميت تكبيره الإحرام حرمت ما كان قبل قبل الصلاة من المباحث هذه النية أركان الصلاة عندنا خمس أركان نأخذنا إلى واحد واحد هذا الآن نحن في النية التحريمة التحريمة شو هي التحريمة كلمة الله أكبر هالكلمة هي حرمت ما كان قبلها كنت أحكي ما ما في كلام كنت أكل ما في كلام كنت ما في طعام كنت تشرب ما في شرب أصلي لله فرض الفجر مقتديا الله أكبر هكذا تكون النية طيب التحريمة ركن عند الإمام محمد والشافعية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة الطهور أن يكون متوضي وتحريمها التكبير متى ما قالت الله أكبر حرم ما كان قبلها من المباحة وتحليلها إنت بتحلى من الصلاة لما بيسلم سلام عليكم محمد الله سلام عليكم حل لك كل شيء كان محرم من عليك قبل الصلاة وحديث النبي عليه الصلاة إذا قمت إلى الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر والأمر من النبي واجب ولكن الأمر من الله شبكون ركن قال الله تعالى وربك فكبر فإذا كان التكبير أمر إله فهو ركن من أركان من أركان الصلاة فلو واحد أتى إلى الصلاة من غير تكبير فتكون صلاته في مذهب الشافي والمالك والحنبلي صلاته باطلة مذهب الحنفي رضي الله عنه قال يصح الدخول في الصلاة بغير التكبير فلو قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وبدأ بالصلاة صحت صلاته في مذهب الحنفي الشرط أن يدخل الصلاة بنية تعظيم لله سبحانه وتعالى فعاله سبحان الله الحمد لله إلى الله أكبر لا إله إلا الله كل ذلك دليل التكبير تعظيم لله تعالى فهذا صحيح في مذهب الحنفي ولكن باطل عند المذاهر الأخرى لابد من كلمة الله أكبر هذا النشيد النشيد الخالدة يعني دائما الله أكبر الله أكبر ولو عرف المسلم الكلمة هي لما رأيته في هم ولا غم ولا كرب ولا ضيق ولا شدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر دائما تنعي في حال سرور في حال بسط في حال مدى الله أكبر كل شيء في هذا الوجود لا وجود له طيب فهذا بالنسبة الآن للتكبير ناخد الحديث حتى لنكمل النية شو الخلاف بين الأحناف وبين الشافعية في خلاف الخلاف هل هي شرط أمركم هذا الخلاف الشرط مكان قبل الصلاة أمركم مكان ضمن الصلاة فالعضايا ركم أما الحيطان شرط الخلاف بين الأحناف الشافعية المالكية والحنابلة قالوا ركم وشرطها شرط النية خلاف هل هي شرط أمركم المالكية والحنابلة قالوا ركم وشرطها أن يأتي بها قائماً مسمعاً نفسه واقع الله أكبر أكبر باللغة العربية لمن قدر عليها عند الشافعي قال يجول بغير اللغة العربية هكذا 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 عن المالكية والحنابلة قالوا بدتكم باللغة العربية هو قائم الشافعي قال تجول بغير اللغة بغير اللغة العربية لكن هنا في شرط لازم تنتبه له الشرط كل الانتباه شرط نية الإحرام أن تكون قائماً الله أكبر لكن بي واحد بدأ لحق الصلاة كن إمام راكب الله أكبر قال له نيتك باطلة وصلاة غير صحيحة الله أكبر وينجز من راء هو هو راكع صلاته باطلة بيقول أصلي فضل فجر الله أكبر الله أكبر أما زال الله أكبر الصلاة باطلة ولو صلوا عن مصر لخمسين سنة صالته غير صحيحة لابد لتكبيرة الإحرام أن يأتي بها وهو قائم منتصب ويسمع نفسه ما أبدو يقول الله أكبر ولهذا لما أبدو يصلي إمام أما لحالك تقول الله أكبر سمع نفسك فقط فهذا من شروط النية عند الإمام المالكية والأحناف والشافعية ولا يكون فصل بين النية وبين كلام بين المبتلأ والخبر الله أكبر مبتلأ وخبر أما زال الله لا روح أكبر بطلة بطلة تكبير لكون متصل بالنية من غير فاصل أصلي لله فرض الفجر مقتدياً الله أكبر أما لو ظهرت حركة أو ظهرت كريمة بطلت النية وعليه أن يعيدها مرة ثانية طيب النية للإمام الأفضل أن ينوي الإمام برفع الصوت حتى يذكر المصلين أصلي لله فرضاً فجر إماماً الله أكبر السنة يرفع النية حتى ينتبه المقتدي أما بي الإمام لا الله أكبر ما عرفنا نوى ولما نوى السنة أن يرفع صوته حتى يستمع المقتدي فيقوم بالنية ليسمع من خلفه من شرط النية أن يأتي بها قائماً قبل انحنائه للركوع فلو أتى بها وهو راقع مثل ما ذكرت لكم الركع الإمام راقع من وهو ماشي صل النفر الظهر حتى الله أكبر الله أكبر إنه بطلت صلاتك قم فآعد النية قم فآعد الركع الصلاة باطلة كم واحد بيعملها هاي فشان يلحق الركع عليه الصلاة والسلام كان راكم بعض المصلين إجاء متأخر فصالت ركع ركع حتى يلحق ركع وركع فعليه الصلاة قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون لا تركض امشي على مهلك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا تلحق الركع نصر الركع تلحق تلحق التشاهد كتبت لك الجماعة أنه التسعى بتركض بتبطي الصلاة بعض من وهو راكع فصلاته باطلة ومن الشرط إسماء نفسه طيب فالتحريم والقراءة السرية والتشهد والتسابيح والتسميع الذبيحة والطلاق كل ذا واليمين والاستثناء منه والنذر والأيمان كلها تحتاج للنطق بها كل الأشياء إذا ما نطق كن باطلين نحكيها واحدة واحدة أول واحدة التحريمة إذا ما سمع نفسه أو ما نطق فيها تكونوا باطلين يا أخوان اللي بيقول عن حاله زاكر ينتبه أنا بيجي الزاكر بوقف أكثر للأحباب اللي مات فقه يا أبني ذلك الفقه مجلس فقه قد صهر عبادتك كلها بيجي بنوي بألبه لنية باطلة لازم تقول أصلي لله فرض الفجر الله أكبر سمع حالك أما نواها بقلبه فالنية باطلة والتكبيرة باطلة والصلاة شو حكمها باطلة فالنية بدك تسمع نفسك هاي واحدة القراءة السرية ظهر عصر بدك تسمع نفسك لا بتشوش على غيرك بحيث تسمع نفسك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا عم بسمع انتم ما شاء تسمعون فالقراءة بشيء سمع نفسك في بعض الناس بيقرب بيجهر بيخربط على هالي قدامه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يدي قدام ما هتعرف يراه فبحيث ان يسمع نفسه فقط يا سبحان الله كذلك قراءة التشهد التحيات مباركات الصلوات الطيبة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نتسمع حالك التشهد فلا بد أن يسمع الإنسان نفسه والتسابيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأهل أما عما يقول بقلبه هذا باطل ما غير صحيح والتسابيح والتسمع الذبيحة بده يدبح بده يضحي وين تسمع أنا والله أنا سميت بقلبي قال له الذبيحة غير صحيحة في بعض الأخوال لا تؤكل يقول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بده يرفع الصوته فيها أما أخذ السكين دمح حي أجل دمح حي دمح حي أعطنا أربع الدين بعضون يدبح واحد فهذا صغير صحيح ما لم يجهل بكلمة بسم الله والله أكبر وإلا فاللحم غير صحيح قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ لَفِسْقُ لَا يَصُحْ مَا لَمْ يُسَمِّي فعن الأحناف رضي الله عنهم وأرضاه قال المسلم ولو ما جهر بالني لو ما جهر بالتسمية تؤكل ذبيحته المسلم يقول لا إله إلا الله أما غير مسلم لا تؤكل ما لم يسمي فلو طلع الصين في بلاد إسلامية أما لو كان في الصين في غير بلاد إسلامية شو حكم اللحم؟ لا يؤكل طعام اليهود والنصارى يؤكل أما طعام البوزيين وطعام التانيات اللي بيعبدوا النار هذون لا يؤكل طعامهم فلو واحد راح لهنك شو بدي يأكل؟ بيأكل لباشكيري جبنه بيأكل زيتون بيأكل لبن صفه بيأكل بيض هذا كله بصح سماك بصح أما اللحم لا يؤكل لأن ذبحهم على غير الشريعة الله عز وجل فعند التسمية إذن لا بد من النطق والسماء للنطق لو واحد طلع مرته هيا والله أنا طلعتها بقلبي قال له هي مرتغس من عندك قاعد على قلبك الطلق لا بد من اللفظ فهي لا ما يوقف يصلي الأحباب اللي بيوقفوا بيصلوا يوقف بيال شكل أنا أكثر من مصليين هي يوقف هذا الأمر بقلبه أسبح بقلبه إن صلاتك باطلة عليك الإعادة لا بد من تحريك الشفتين لقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما نية القلب أو القراءة بالقلب فلا يتعتبر مطلقا فلو طلق أو تزوج أو بقلبه فكله مردود طيب واحد حلف يمين حلف يمين والله ما بعمل كذا إن شاء الله إذا إن شاء الله سمع نفسه سقط اليمين إذا إن شاء الله دائما الاستثناء يسقط اليمين فلازم يكون دائما اليمين مقيد بالعمل اللي بده يفعله فالاستثناء إذا من اليمين بالقلب لا يقع أما إذا سمع نفسه فهو واقع واحد نذر 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 من يطبع عشر خواريف لكن نهوهم بقلبه ما نهو بذسانه ما في عليه النذر أنه النذر غيره صحيح لا يقع النذر والأيمان كله حلف يمين أنا حلفت يمين بقلبي إذا حلفت يمين بقلبك ما صحيح الله كل ذلك يحتاج للنطق بها بحيث يسمع نفسه فإن قالها سرا لا تصح لو طلق بقلبه لا يقع الطلاق الطلاق لا يقع إذا كان بالقلب والزواج لا يقع ألو زوجتك وأنكحتك موكلتي ابنتي بالإذن منها والولايات عليها على مهر قدر قول قبلته أنا قلت بخل قال له العقد باطل العقد باطل لو دخل على زوجتي اللي دخل في الحوام يقول له طالع بشه قال له قبلته منك زواج موكلتك على المهر المسكول أما زال أنا قلت بقلبي قبلته قال له عقدك باطل وزواجك غير صحيح كل ذلك يحتاج للتلفظ به أن يقول الإنسان بحروف بلسانه ومن شروط التحريم أنا كل ما نحكي لها التحريم من شروط التحريم التكبير نية المتابعة للمقتدي نية المتابعة للمقتدي هذا من الشروط صلي فرض الفجر مقتدياً الله أكبر أما أن يصلي فرض الفجر الله أكبر ما أن مقتدياً اقتداء غير صحيح وليس لك ثواب الجماعة مقتدياً وتعين الفرض وتعين الواجب وصلي فرض الظهر وصلي فرض الحصر وصلي فرض الفجر وصلي صلاة الوتر هذا الواجب وصلي سنة الظهر قبليه بتعين السنة بتعين الواجب بتعين الفرض وإلا إذا ما كان في تعيين فصلاتك غير صحيحة شو صليت يا أخونا والله من السنة وبين فصلنا فلابد من تعيين الواجب أو تعيين السنة وتعيين الفرض طيب أيها الأنية نجعل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلا ثم جاء فسلم على النبي عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي رد ثالث مرة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم أي كل واحدة لحنأخذها لها أحكامها قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم حتى تعتدل ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصت من هذا شيئا فإن من تقصته من صلاتك نحن اشرحه وحدي وحدي صلى الله عليه وسلم هذا أجل رجل مستاجد فات على الجامعة تجركاتين واجه السلام عليكم يا سيدي قالوا عليكم السلام ارجع فصلي ارجع صلاتك ما صحيح ارجع صلي فهنا نبدأ ب قوله صلى الله عليه وسلم لما علموا اذا قمت الى الصلاة فكبر اتفق الفقهاء على خمسة أركان في الصلاة خمسة أركان اتفق الفقهاء على خمسة أركان القيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد الأخير هذول عضايد الصلاة أركان الصلاة لو ترك وحد منهم فالصلاة غير صحيحة القيام نحن نبدأ بأول القيام القيام في الصلوات المفروضة والواجبة القيام في الصلوات المفروضة والواجبة لقول الله تعالى وقوموا لله قامتين قوموا فرض من الله تعالى والأمر للوجوب أمر الله عنز وجل جعلها واجب القيام وللحديث صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صل قائما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمد هذا الإنسان له حبية بذلك يوعي بصلي وايف ما دام عندك قوة وايف ما استطع صليه أنت قاعد ما حسنته أنت قاعد أنت مستطح حسب ما يستطيع الإنسان أن يصلي أما يلي المصلين عما يخالفوا فيهم مساكين من من غير فقهين ولا علم بالصن صلاة السن بيوقف بيصليه ووقف لما بد يركع بيركع لما بد يزجد بيقعد على الكرسي بيزجد صلاته غير صحيحة كم واحد اللي عم يصلي على الكرسي عم يعمل صلي السنة وانت قاعد تتعب وانت وايف ما بتستطيع تزجد صلي وانت قاعد صلاة السنة قاعدا في كل المذاهب مقبولة صلي قاعد أما الفرض بده يفز فإذا ركع ديكون ركوع أقل من السجود أما اللي صاير بيركع لتحد بيزجد لما بيعون على الكرس بيعمل هيك أنه منخفض أكثر الركوع ولا السجود الركوع فالصلاة باطلة فمن قلع زمان تستطيع تركع وتزجد قديت قيام قراء وأنت قاعد عود تركع بها الشكل سمع الله من الحمد الله أكبر سبحانه الصلاة صحيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما بتحسن على الواف صلي على آهد ما بتحسن على آهد صليوا أنت ما تستطح والصلاة والصلاة صحيحة القيام شو هو القيام انتصاب الجسم واعتدال القام القام عند التكبير من أن الرفاع ظهرك فعراسك كبر لكن ظهره محني الله أكبر إلا إذا بلغ انحنا ظهر كالركوع هنا ظهره صار هيد فهذا شلو بدي يكبير لو بدي يرفع راسه ما بيرتفع فهذا يسمح له بيكبير على حاله أما واحد ظهره قائم ويحني بدي يكبير الله أكبر من لو بدك دره سيدنا عمر بدر على رأبته ارفع رأسك الخشوع بالقلب لا بالرأس فما في الصح الواحد يطخي رأسه هو عم يكبير التكبير يجب دائما أن تكون ظهر منتصب والرأس قائم الله أكبر أما الانحناء عند قراءة ما لشي انتبه بس عند الانحناء عند التكبيرة ما يجب الله أكبر الله أكبر قال له بأمني تكبيرة غير صحيح فلا بد من انتصاب الجسم واعتدال القائمة ولا يضر الانحناء القليل ولا يأطاق الرأس هذا عند الجميع قدر القيام عند الأحناف عند قدر قراءة آية بدي يصلي الله أكبر قل هو الله أحد الله أكبر صحة الصلاة صحة الصلاة واحد دخل في الإسلام جديد علمه آية وحده قال له قراء فيها لو قراء بالأربع عركات صحيحة قل هو الله هذا من در قيام أن الإمام أبو حنيف رضي الله عنه بعد تكبيرة الإحرام أن يقرأ ولو آية أما عند الشافعية والحنابدة قراءة الفاتحة فرض أن يقرأ الفاتحة فرض بعد تكبيرة الإحرام أما السورة فهي سنة فلو آل غير مرضوبي عليه مولى الضالين آمين الله أكبر صحة صلاته مع الكراهة إذا ما قرأ أكتب ناسك الشوافع بيقول لك نحن بصنب الفاتحة قراءة السورة سنة والسن المؤكدة واجب عند الحنفي سنة عند الشافعي واجب عند الحنفي يعني الصلاة مكروهة تحريما خذوها قاعدة عام يا أخواني كل الصلوات كل الصلوات يقرأ يقرأ فيها فاتحة وسورة كل الركعات فاتحة وسورة إلا الفرض فقط بالركعتين الأولانيات فاتحة وسورة بالركعتين التانيات فاتحة الحل فرض الظهر فرض المغرب فرض العصر فرض العشاء بالركعتين الأولانيات فاتحة وسورة أما الركاتين الثانيات شوية فاتحة الحلم فقط أما السنان واجبات كل فاتحة وسورة ما بيسه يقرأ فاتحة الحلم فهنا صرط القيام الواحد بده يوقف أن تكون مستقل بدون اعتماد على عصائي أو حيط نوقف وماسك العصائي بهذه لو أمن العصائي بيسقط ما بيصال الاعتماد عليها إلا إذا كان عاجزا لما بيكون عاجز من لعود صلي على قاعد وصلاتك صحيحة لأنه هذا صار في عزر مثل ما كان في عزر لو واحد صلى وهو متكي على اثنين صلى بحيث أنه واحد راح بيسقط صلاته غير صحيحة إلا إذا كان معزول ما عنده قوة واحد وقف عم يصلي مثلا بين الطاولتين مثل أنه على الطاولة على الطاولة بحيث لو راح الطاولة بيسقط الصلاته غير صحيحة إلا للمعذور المعذور المعذور إذا كان متكي على العصائية ومتكي على شيء فلا مانع من ذلك أنه هذا اللي عزر أما في النوافل اتكى وصله ومتكيه صلاة صحيحة لكن له نصف أجر القائم لو أن إنسان كان مريضا بصلبه أو ركبه أو ببطنه فلا يستطيع القيام راحب معه مرص شديد وعفه وعف تعمان كما نقول له صلي وأنت جالس وصلاتك صحيحة اتكي وصلي على الأنت ما اتكي وصلاتك صحيحة ما دام واصل لدرجة لدرجة آلام فالإسلام يضع عنه الحرج وقال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج واحد مثلا عامل عملية إذا فز بمفتئ الجرح يصليه وواقه لو خليك قاعد خليك من السطح وصليه أنت من السطح وإن كان فرط طيب وإذا شفي عليه إعادة صلاة ولا لا ما في إعادة يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر واحد ما هو سلس بول زواء بشرشف بدنا نجس أو عيو نزعي نجس محل موائع فمنقل صلي وانت آهد أي عذر يسبب للإنسان ألما أو زيادة وجع فمنقل صلي وانت آهد وصلاتك صحيحة ولا شيء عليك طيب هلأ أنتو بزماننا اللي طلعت موضة البنطرون الديئ الله أكبر انفتع البنطرون من ورا كمّل صلاة وانا شو بيعمل يقول لأ عود وكمّل صلاتك على قاعد والصلاة شو بتكون صحيحة أما إذا بدأت يكمل الصلاة هو مفتوء كونهم فتع 2 سنطي بصيبهم فتع 10 سنطي فنقول له صلي وانت قاعد والصلاة صحيحة هاي من أمراض هالزمن يعني ما في الليل ما في عذر واحد يترك الصلاة واحد واحد عم يصلي بالبستان اجل هوا شد أوعي تعليقت بالشوك شبعي فنقول له عود كمّل صلاتك على قاعد اذا بدأ يترك ويسجد ما بقى في المجال وكل ذلك الاسلام حتى ما تضيع من دينك ولا لحظة ما جعل لك ما جعل عليكم في الدين من حرج جل جلال الله طيب هذا هلأ فقال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر هاي القيام اخذنا طيب ثم قرأ ما تيسر معك ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن القراءة القراءة للقادر عليها ركن ثبتت ركنيتها بالقرآن قراءة ما تيسر ما تيسر منه إذا القراءة شوحكم ها ركن والأمر للوجوب لأن القراءة خارج الصلاة لا تجب اخذنا ما تيسر منه فإذا وجبت القراءة تعين وجوب القراءة في الصلاة وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة لا صلاة الا بقراءة رواه الإمام مسلم فلو صلى من غير قراءة شوحكم الصلاة باطل هلا نشرح بها عند المزاهب هاي القائد العام حديث النبي عليه الصلاة مؤية القرآن فقرأوا ما تيسر منه ولا صلاة الا بقراءة حكم القراءة عند الأحناف حكم القراءة عند الأحناف فرض وليست بركن لسقوطها عن المقتدي المقتدي ما بيروى الإمام وهي فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر وركعتي الفرض ركعتي الأولانيات من الفرض للإمام والمنفرد وأقلها آية طويلة أو ثلاث آيات قصر هذا إذن القراءة فرض وليس بركن يعني ما دام مقتدي ما بيرا ليش مقتدي ما بيرا مذهب الإمام الحنفي الإمام لكم ضام يرفع عنكم قراءتكم وسهوكم هذا ما أخذ به أبو حنيفة الإمام لكم ضام يرفع عنكم قراءتكم وسهوكم عند الشافعي الإمام لكم ضام يرفع عنكم سهوكم في مذهب الحنفي قراءتكم وسهوكم رضي الله وتعالى عنهم وأرضاهم القراءة فرض في كل ركعات الصلاة في كل الركعات فرض أن يقرأ أن يقرأ الفاتحة وسورة إلا بالركاتين التانيات من الفرض بقراء الفاتحة فقط هذا في مذهب الإمام أبو حنيفة أقل القراءة عدي آية أو ثلاث آية قصار إن أعطينك الكوسة فصل ربك ونهى النشان كهو الأبت صحة الصلاة فلو قرأ الفاتحة واركع صحة الصلاة مع كراهة التحريم يجب عليه سجود السهو إن كان ساهيا وإعادة الصلاة إن كان صاحيا هذا مذهب الحنفي الحنفي يفهم الحكم هل لم نحك على الشافي حنفي إذا قرأ الفاتحة فقط وركع وهو ساهي يجب عليه سجود السهو أما إذا كان صاحي يجب عليه إعادة الصلاة طيب هذا في كل ركعات في كل الركعات رضي الله عنه وعند الجمهور منصف الجمهور عنه الشافعية والحنابل والمالكية وعند الجمهور ركن القراءة الواجبة في الصلاة ركن القراءة الواجبة في الصلاة سورة الفاتحة وأما السورة في الركعتين الأولين سنة أخذ بحديث النبي عليه الصلاة بجمعنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب صلاة غير صحيح إلا إذا قرأ الفاتحة هذا أخذ به الشافعية رضي الله عنه فإذا القراءة الواجبة في الصلاة أن يقرأ الفاتحة الإمام والمنفرد والمقتدي قراءة الفاتحة وهي فيها وأن سبتت في صحيح البخاري ومسلم فالقراءة صارت واجب علينا جميعا قول الإمام رضي حنيف على العين والرأس نحن سبت عندنا الآن الحديث الصحيح بقراءة الفاتحة وكل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله فهي خداج فهي خداج فهي خداج لعب بلعب بلعب فلابد من قراءة الفاتحة الحنفي والشافعي أبو حنيفة قال لا تقرأ الفاتحة الإمام بيقرأ ديش يا إمام قال أما سمعتم الله تعالى يقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الله عم يؤمر أمر قال له طيب استمعوا له وأنصتوا وقراءة الفاتحة اللي النبي عم يشلل فيها قال الإمام بيحمل عنك الإمام لكم ضامن يضمن عنكم قراءتكم وسهوكم شلمنا نطبع بين الحنفي والشافي وجدت مخرج عندي هذا بفضل الله وبتوفيقه وبعد ما حكمت الحكم وكتبت الحكم هنبقرأ كتاب من الأصفر هاني رضي الله عنه وإذا به يقول مثل القول لأن قلته بعد ما حكمت الحكم المقتلي يقرأ الفاتحة مع فاتحة الإمام تقرأ فاتحتك مع فاتحته تختلف هي عن هي فاتحة تختلف تقرأ فاتحتك مع فاتحة الإمام ثم تنصت للقراءة فوفقت الإمام الحنفي ووفقت الإمام الشافعي إمام الحنفي تنصت للقراءة أنصت إمام الشافي تقرأ الفاتحة قرأت الفاتحة فجمعت بين الأحناف والشافعية فإذن القراءة في مذب الإمام الشافعية تتعين للقراءة الواجب في الصلاة طيب تتعين قراءة الفاتحة حفظا أو نظرا في المصحف أو تلقينا شوف التيسير ما أحلام واحد ما حفظ الفاتحة حط قدامه المصحف المنير أنه أرى فاتحة أنت عم ترى خليه يكتم يحط الدمو يراها ما ليش ما يعرف يراه واحد وأفور الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين كمان الصلاة صحيحة إما أنه يلقن واحد أو تكون مكتوب قدامه أو يراها غيبا في عزرب في عزر عن ترك الفاتحة يلي ما يعرف يكون جاهب هيدا أحكام الشرياء فقال تعيين قراءة الفاتحة حفظا أو نظرا في المصحف أو تلقينا لو واحد لقنه صح هذا عند الإمام الشافي الله يرضى عنه عند المالكية والحنابل يقرأ المأموم في الصلاة السرية الفاتحة والسورة ولا يقرأ بعدم القراءة وراء الإمام وعند الحنابلة إذا لم يسمع القراءة لصمم أطرأ اسمه بيسماء أو بعد الإمام عنه ما يسمع قراءته فله القراءة لعدم حصول السماء واحد عم يصلي مثلا عم نقتدل بالإمام مقتدين بالإمام نقطع الكهرباء معنا قراءة الإمام هم يقول إياك نعبد من أطعط منكمل لقراءة لحالنا إياك نعبد وإياك نستعين أدنا الصراط المستقيم منكمل القراءة لحالنا فهن لا مانع من القراءة لأنك مهما تسمع منع القراءة للسماء فلما تعطل السماء جازت لك القراءة هل يقرأ المصلي مع الفاتحة شيئا مصلي عم يصلي أي مصلي بيقرأ مع الفاتحة شيء عند الأحناف الواجب قراءة الفاتحة مع سورة قصيرة أو ثلاث آيات كل الركعات انتبهوا السنة والفرض والواجب والمندوم وكل الركعات فاتحة وثورة فاتحة وثورة لو كانت أنه عطيناك أو قل هو الله وحد فاتح وثورة بدأ ينا من غير لله أنه عطيناك قراء من سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شعور الإنفاق الله أكبر الله أكبر صحة صلاة صحيحة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات وفي الدرس نزل الله أكبر فجل رقعتاني خالدين فيها لا يرغون عنها حولا الله أكبر صحيحة صلاة فاتحة وثورة أو فاتحة وآية طويلة هذا عند الأحناف أما عند الشافعية يستحب يستحب مفرد يستحب أن يقرأ الإمام والمن منفرد بعد الفاتحة شيئا في الصبح والأوليين من سائر الصلوات ركعتين الأول من سائر فرائد هذا يجمع مع الفاتحة مع الفاتحة أي أو سورة وأوجب إمام الشافعي رضي الله عنه قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا للإمام والمأمون الفاتحة فرض في كل الركعات هذا المزهب الشافعي طيب هلأ أنت لحتأخذ بأنه مزهب حنفي ولا الشافعي بأنه مزهب نجمع المزهب إن سوا نقرأ الفاتحة مع الإمام كل ركعة بدا فاتحة وراء الإمام نقرأ الفاتحة فقط إلا في السرية في الظهر العصر لو قرأت سورة معلش هذا هو أما بقية الصلوات تقرأ الفاتحة ومعها سورة إلا مع الإمام فاتحة عمي كون جمعنا بين أحناف الشافعية كل والصلاة صحيحة أن تقرأ الفاتحة وسورة في كل الصلوات إلا وراء الإمام فاتحة فقط طيب إذا قمت إلى الصلاة هذا الحديث نرجع له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع وهذا الرقع هذا الرقع التالي ثم اركع الركوع شو هذا الرقوع الركوع انحناء الظهري بحيث أن تصل اليدين إلى الرقبتين متى ما وصلت إيتين للركبتين هذا الرقوع أما في ناس بيركعوا رقوع غير هك بيركعوا هك شوي بن هني ما وصل إلى الركب هذا لا يسمى رقوع إلا إذا كان من عجز أو ضعف فالركوع بحيث لو مد يديه نال رقبتين وهو رقن لقول الله تعالى اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير هذا الرقوع رقن وفيه رقن رقن وفيه رقن الركوع رقن وفيه رقن الطمأنينة رقن الطمأنينة طمأنينة نتم راكع جيب خمسة أو سبع تسبيحات سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده هذه الطمأنينة أقلها ثلث تسبيحات صلى الله على رسول الله كان يسبح خمسا أو سبعا أو تسعا فإذن الركوع بهذا الحب فلو ركع غير ذلك لو حط اتن وعمدهيك هذا لا يسمى ركوعا إلا جواحد معه وجعب الصلب ما بيحسن يتن فبكف انخفاض انخفاض الرأس أما واحد قوي صحيح بيعمل بركع ركوعك باطل وصلاتك باطلة فالركوع أن تصل اليدين إلى الركبتين ولا يصح تفريج الأصابع إلا فالركوع كل الصلاة الإصابة المضمومة إلا فالركوع بتفريج أصابعك وبتمسك الركبة من تبسين هذا فقط في الركوع في السجود ضابة بأيدي أصابعك في التشهد ضابة بأصابعك ما تعمل هيك وانت عم تشهد أو انت في السجود قطع ضب الأصابع في كل الصلاة إلا في الركوع منفريج الأصابع ومنمسك الركبة ومنشد إيدين مثل الظهر مستوي وهذا الركوع الصحيح والطمأنينة في الركوع ركن عند الشافعية رضي الله عنهم لهذا الحديث اللي عم نقرأه ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي أنه ما أتقن فإذا ركعت ثم ركع حتى تطمأن راتعا فالطمأنينة ركن في بركن الركن هو الرقوع والطمأنينة ركن فيه فاللي ما بركع بطمأنينه فصلاته باطلة فيه ناس بيركعوا بهالشكل هذا الركوع باطل لغير المعذور أما إذا معذور جائز معه صلب واجع ما بيسي نركع التمنهيك هذا معذور الطمأنينة في الركوع بدأ يكون مطمئن يجيب ثلاث تشبيحات هو راكع أما اللي بيعمل الله أكبر سبحانه وتعالى عظيم حرم بينا حرم بينا سمع الله نحن الله أكبر صلاة باطلة لو بيصلي مئة سنة صلاة باطلة الطمأنينة في الركوع ثم اركع حتى تطمأن راكعا بدأ تتم حتى جيب ثلاث تشبيح أقل شيء النبي لما عليه الصلاة وشانا أتى بالتسابيع قال أقلها ثلاث أدناها ثلاث ده تجيب خمسة أو شبعة خاصة الإمام لما بيزيود فيه ورم منه اختياري لحتى ينزل للأرض بده بده دقيقة ليصل للأرض بيقول سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله أكبر لسه ما وصلت جبهته إلى الأرض معه سبحانه وتعالى فلذلك لازم الإمام يجيب أقل ما يكون خمس تسبيحات أو سبع تسبيحات حتى العاجزة لورا يلحي السجود فيطمئن راكحا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر بيزيب السجود أما الله سبحانه وتعالى ربما 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 سمع الله محمد الله أكبر صلاته باطلة وهذا أكثر من ناس مسكين صلاته ما غير صحيحة حطينا له الأوراق احذر أن تسابق الإمام صلاتك باطلة ما في فائدة بيصلي بيشبه الإمام بيركع مع الإمام بيرفع مع الإمام صلاتك باطلة بين الركوع الصحيح وبين غير الصحيح لحظة شرف يا إمامنا صلي فينا لإلاك حتى صلي إمام وأنا بقتدي فيك أحذر أن تشوفوا شايفين نيتو أحذر أن تشوفوا الله أكبر جزا من رأى الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبيع الله لمن حميد اللهم ربنا ولك الحمد بعد ما هو فاز أنا فاز أما ركع أركوع الثاني الله أكبر هذه الصلاة باطلة ركعت مع منه عيد الله أكبر سبحانه رب العظيم سبحانه رب العظيم اللهم ربنا صلاة باطلة لأنه وافقت بالركوع وافقت بالسجوء بالقيام أما بعد ما هو بيركع بابدأ أنا الركوع بعد ما بيرفع بابدأ الرفع هذه الصلاة الصحيحة لنعيدكم ياها الصلاة الصحيحة الله أكبر الله أكبر سبحانه رب العظيم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد هذه الصلاة الصحيحة لازم واحد يتعوّب بين هاي وبين هاي ثاني ثاني خلي لمن بيركع بعدين بيركع أما بتركع معه وبترفع معه وبتزجد معه الصلاة باطلة في المزاهب كله كمان لما الواحد عم يصلي لحاله إذا ركعت فاطمئنا راقعا هل عجل بالصلاة هاي لازم نبطل كلياتنا الله أكبر رسولنا عمفنا الله أكبر الله أكبر هاي صلاة كلها باطلة ولا تصفت هاي في مذب في مذب الإمام الشافعي الطمأنينة ركن وهي في مذب الحنفي واجبة الطمأنينة واجب واجب بمقرم مدار رفاء الركن ما في خلاف بينهما إذا كان مطمئنة كمان عند الحنفي صلاتك باطلة فالصلاة عند الأحناف عند الشاقية عند المالكية عند الحناب الصلاة باطلة يلي بيستعجل وما بيهيئ الركوع منيه والرفع منيه صلاته باطلة طيب أما حكم التكبير للركوع والسجود الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر هذا سنة حكمه حكمه سنة كان النبي عليه الصلاة وإذا ركع كبر وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد كبر وإذا رفع كبر كله كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته نكمل حديث حتى تطمئن ركهم ثم ارفع حتى تعتدل قائما سمع الله لمن حمده ما بتكفي ما بتكفي سمع الله لمن حمده ما بتكفي لتقول معها ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد فالإمام بيقول شمع الله لمن حمده أنت بتقول ربنا لك الحمد أو أنت لما بتكون عما تصلي لحالك تقول شمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه هذا الذي يقال بعد الرفع من الرقوع ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه زاد عندنا الشافعية مباركاً فيه حمداً كثيراً طيباً مباركاً ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وزاد في صلاة النافل لحاله لما بصلي أهل الثناء والمجد كلنا لك عبد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ماطع لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا لما بصلي لحاله لما بصلي لحاله طيب مات لحديث ثم اسجد ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً هذا الركن الخامس السجود وهو سجدتين لكل ركعة سجدتين لكل ركعة ولا يصح السجود لا يصح إلا إذا كان على الأعضاء السبع قال صلى الله تعالى عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم سبع عظام يسجد على الأرض سوعة الجبهة والأمث والأمث واحد الجبهة والأمث واحد والكفين ثلاثة والركبتين خمسة وأصابع برجلين اثنين صاروا سبعة هذول السبعة بدون يكونوا على الأرض أما واحد سجد حط رم جبهته ورفع منخيره أي أكثر الأولاد يعملوه أكثر الرجال يعملوه يحط جبهته برفع منخيره فصلاته مكروهة وعليه لإعادة صلاة مكروهة أما لو حط الأمث ورفع الجبهة رفع الجبهة سجد على الأمث ورفع الجبهة فالصلاة باطلة عند الجميع فبدا تكون الجبهة والأمث وليس الأمث أغنبت الأمث إنما المار هذا الثوان بده يكون مع الجبهة هذا عظم واحد الجبهة والأمث عظم واحد واليدين اليدين إليه حق أنه يفر رجل لما بيكون عم يصلي لحاله بيفتحهم لما بيكون عم يصلي لحاله كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى لو شاءت عنزة أو ثخلة تمرق من تحت باطو فأنت تمرق ليس شكل هذا لما بيكون وحده لما بيكون مع الجماعة بضب إيديه على شر المرفق المرفق ما يصلي الأرض كيف هو هذا الشر تم إيديك مرفق مرفوع لو جمعت إيديك تم المرفق مرفوع أما إذا حط إيتين وهيك ده المرفق اللي عوان بيقوله عنه كوع إذا لأ بالأرض فالصلاة مكروهة تحريما هذا سجود يشبه جلسة الكلب الكلب يحط إيده هنا فأنت ما بيصح بالسجود تحط إيتين أخير بدك ترفع ترفع المرفقين هذا وعده يرتفعه عن الأرض حتى يكون السجود صحيح فأول واحدة إذا لما بدك تسجود سبع أعضاء الجبهة مع الأنف واحد بدك تكون السجود محل آسي أما إذا كان طري فالصلاة غيره صحيحة مثل اللي بيصلي عسري كلما طخ كلما كابسر عسو بينزل صلاة وباطلة لا تصح بدك تكون محل السجود محل آسي ما يكون شرط تاني ما يتحرك محل السجود ما يتحرك بحركتك أما إذا تحرك بحركتك فالصلاة باطلة مثل اللي بيحط السلق على راسه أول جبهة حطينا الطائر سجد السجود هذا في حائل بينه بين الأرض والحائل عم يتحرك فالصلاة باطلة لو أنت عم تسجود إجا طرف العباية تحت جبهتك وإن تفز بطلة الصلاة بده يكون محل السجود سابت وقاسي بحيث لو سجد ما يهبط ما ينزل هذا كمان من شرط السجود وصلى الله على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة